استضاف نادي ضباط الحرس الوطني البطولة الأولى لمبارزة الأصحاء وذوي الهمم بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية للبلاد وقيمت البطولة بالتعاون مع نادي التحدي الرياضي للمعاقين وذلك تحت رعاية معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح وبحضور سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق ركن المهندس هاشم الرفاعي وفي ختام منافسات البطولة قام وكيل الحرس الوطني الفريق ركن المهندس هاشم الرفاعي والشيخة شيخ العبدالله الصباح بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى برعاية معالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف الأحمد الجابر الصباح وبحضور سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن المهندس هاشم الرفاعي والرئيس الفقري لنادي التحدي الرياضي للمعاقين الشيخة شيقة العبدالله الصباح وشيخ انتصار لمحمد الصباح والبطل العالمي للمبارزة طارغ القلاف أقيمت في نادي ضباط الحرس الوطني البطولة الأولى للمبارزة الأصحى وذوي الهمم بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية للبلاد وذلك بالتعاون مع نادي التحدي الرياضي للمعاقين بسم الله الرحمن الرحيم احنا اليوم متواجدين في نادي ضباط الحرس الوطني وهم طبعا مشكورين بهالمناسبة انهم استضافوا أبناء المعاقين اللي اهم عندهم المبارزة ومثل ما نعلم ان احنا حرزنا لأبناء المعاقين عدة بطولات في العالمية والحمد لله ان شفنا تجاوب من الحرس الوطني واستدعوهم ان يخلقون جو بين المعاق وبين الشخص العادي وهذا اللي احنا نبيه نبي ندمج المبناء المعاقين مع الأصحى وهو بداية جدا طيبة اليوم الفعالية مميزة جدا وراقية يعني صراحة انا استمتعت بوجودي بالحرس الوطني ان يسوون فعالية حق ذو الهمم والناس الصاحين احنا مسمينهم الدمج ذات الناس الصاحية وذات الناس اللي عندهم اعاقة فشي جميل انهم يتعاونون معانا انا صراحة اليوم انا وايد فرحانة ان الحرس الوطني تعاون معانا وعطانا هذا المكان الجميل الحلو اللي احنا نقدر ان شاء الله اليايات نتعامل بهذا المكان وراح تصير في مشاركة بين الطرفين الاصحاء وذو الهمم فهذا شي جميل يعني طبعا هذا الفعالية اللي صارت اليوم بناسبة الاحتفالات والعيادة الوطنية قامت رئاسة العامة في الحرس الوطني في قامة هذه البطولة الا وهي بطولة المبارزة الاولى للصحة وذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة الاحتفالات الوطنية التي تشهدها الدولة في شهر فبراير من كل عام طبعا هذه البطولة تأتي من الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني لبراز المسئولية الاجتماعية ودعمها للمجتمع مؤسسات المجتمع وجميع فئات المجتمع وبما يعني الكل يعلم ان ذوي الهمم انهم الفئات الموجودة في الاجتمع ليحرص الحرس الوطني بدعمهم من خلال العمل والتنسيق معهم في جميع مجالات سواء كانت رياضية او غير رياضية بسم الله الرحمن طبعا ببادرة طيبة الحقيقة ولفتة كريمة امونتن نشكر سعادة الفريق رنك المهندس هاشم الرفاعي وكيل حرس الوطني على بادرة الطيبة بقامت لنا هذه البطولة اللي تجمع بين دولة عاغة والاسوياء في لعبة المبارزة اللي تقام بيتزامنت مع احتفالاتنا عيادنا الوطنية اللي باركوهن سمو الأمير وسموه اللي عهد والشعب الكويت مناصبت هذه العياد ان شاء الله الله يديمها علينا وبنفس الوقت انه طبعا البطولة هذي رح تكون برعاية طيبة من معالي الشيخ فيصل النواف الجابل احمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني والحقيقة اليوم ان شاء الله طبعا شفنا التصفيات والحمد لله رب العالمين وبإذن الله ان شاء الله رح يكون هناك طبعا بالنسبة حق المشاركات الغادمة بالنهائيات ان شاء الله بعد قليل مع اخواننا من دول الاعاقة وكذلك من الاصحاء وان شاء الله رح يكون بحضور سعادة الشيخة شيخ العبدالله الخليفة الصباح وسعادة الشيخة انتصار بدل محمد الصباح وجميع الاخوان من قيادات الحرس الوطني ويكون هذه يعني لفتة طيبة منهم وان شاء الله تكون هذه البطولة مستمرة بإذن الله ويكون هذه البطولة الاولى الله يعافيك ويعطيكم العافية على المجهود الجميل اللي مسوينا نادي المعاقين وبالأخص يعني اوجه الشكر لأخوي طارغ القلاف اللي سوها الفعاليات وعطاناها الجو الجميل ونادي الكويت اللي سمح لنا ان نشارك بهالبطولات هذه وبالأخص ان اوجه سلامي حق الاستاذة بلسم لأيوب اللي يعطيتنا الفرصة ان نشاركوا نادي المعاقين وفي الختام قام موكيل الحرس الوطني الفريق الركن المهندس هاشم الرفاعي والشيخ شيخ العبدالله الصباح بتكريم المشاركين والفائزين بالمراكز الاولى في فادرة مميزة تأتي ضمن خطة واستراتيجية الحرس في المشاركات المجتمعية المختلفة سالم نعنزي القناة الرياضية